أحد أول سفينة محملة بالمساعدات للإبحار من قبرص إلى قطع غزة المهدد بالمجاعة ويهدف الطريق البحري إلى مواجهات القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب وقالت منظمة أوبن عرمز الخيري كالإسبانيكا إن سفينة التي رست قبل ثلاثة أسابيع في ميناء اللارنك القبرصية ستكون جاهزة للإبحار لكنها تنتظر الإذن النهائية وستكون هذه أول شحنة تنتقل إلى غزة عبر الممار البحري من قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تفتش حمولة 200 طن من المواد الغذائية والأرز والدقيق وعلب التونة في ميناء اللارنكا ولفتت إلى أن منظمة وولد سنترل كيتشون الخيريك الأمريكي التي دخلت في شراكة مع أوبن أرمز لديها فرق في قطاع غزة المحاصر تقوم بإنشاء رصيف لتفريغية الشحنة ترجمة نانسي قنقر